هذا وعلن طيران الخليج النقل الوطنية لمملكة البحرين عن عزمية تسيير رحلاتها للمدينة الإيطالية ميلان بدءا من يوليو 2020 تماشيا مع توجهها الجديد لإضافة الوجهات السياحية المميزة إلى شبكة وجهاتها الآخذة في النمو وسيتم تشغيل رحلات هذه الوجهة الجديدة باستخدام طائرات الناقلة المرتقبة من طراز إيرباس 321 نيو والتي تحتوي على الأسر المسطحة وحدث أنظمة الترفيه الجوي وقد جاء الإعلان عن بدء رحلات الناقلة الوطنية لمملكة إلى ميلان خلال حفل غدا عمل رسمي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في العاصمة الإيطالية روما بالتزامن مع افتتاح سفارة مملكة البحرين فيها هذا وتوصل طيران الخليج برنامج تحديث أسطولها في العام 2020 حيث ستتلقى آخر ثلاث طائرات بوينغ 787 تسعة دريم لايونر من ضمن طلبية تضمنت عشر طائرات كما ستستلم النقلة طلبية طائرة إيرباس 321 نيو الجديدة التي سيتم تشغيلها على الرحلات الطويلة للوجهات الأوروبية وكانت النقلة قد أعلنت مؤخرا عن خطط توسعها للعام 2020 مع عدد من الوجهات الأوروبية كما ستطلق طيران الخليج رحلاتها إلى كوالالنبور في يوليو 2020 برحلات يومية تشكلها طائرات لدريم لايونر بالإضافة إلى طلاقها رحلاتها الموسمية إلى صلالة في الصيف موسيقى